اتفاقية إطار تتعلق بأملاك الدولة العمومية والخاصة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية وقعها بالأحرف الأولى وزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية وأتهم هذه الاتفاقية العديد من القضايا المرتبطة بأملاك الدولة العمومية والخاصة لا سيما النزاعات القضائية وتدبير العقار ومطالب المحافظة العقارية جهة الإطار من أجل نقل عمل منسج بين جميع القطاعات الوزارية خصوصا وأننا عنا أفق مهم جدا هو سنة 2030 لغيخصنا تعبئة شاملة لجميع القطاعات من أجل التسريع بهذه الاستثمارات الكبرى التي تقوم بها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الهدف من هذه الاتفاقية هو تابئة هذا العقار ثانيا تسوية القانونية حتى لا يكون هناك مقاضات بين الوزارات الجهيز والماء ووزارات الاقتصاد والمالية هدف إطار كذلك تسوية والتوافق حول القضايا العقارية والنقطة الثالثة وهو كذلك العمل سويا من أجل تحفظ هذا العقار لأن هناك ترامي كبير على العقارات ديال الدولة الاتفاقية تهدف كذلك إلى وضع منهجية عامة للتنسيق والتعاون بين الطرفين بغية تسوية الملفات الحالية أو المستقبلية طبقاً للمقتضاية التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فضلاً عن تعزيز التعاون وتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية وكذا تبادل الخبرات وتعد هذه الاتفاقية ثمارة سلسلة من الاجتماعات بين الوزارتين بمشاركة المديريات المعنية انعقد آخرها في دجمبر 2023 ترجمة نانسي قنقر